مشاهدينا دلوقتي التساعة صباحا ومعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يدينا شكرا لك أحمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخة جون كيري زيارة إلى مصر في السابع من سبتمبر الجاري وأوضح حتى وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ سيتوجه إلى القاهرة لمواصلة المناقشة الجارية حول تسريع التعاون المناخي العالمي قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ عين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيرش الدبلوماسي السنغالي عبدالله بثيلي مبعوثا من المنظمة الدولية إلى ليبيا وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منطب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى كما تولى عام 2021 رئاسة الوفد الأممية الزائر لتقييم عمل البعثة الأممية في ليبيا وخاض بثيلي الانتخابات الرئاسية في السنغال للمرة الأولى في فبراير 2017 واحتل المركز السادس أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لطايوان في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وسط تصعد التوطر مع بكين وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأسلحة تشمل 665 مليون دولار مخصصا لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب السويخ التي قد تستهدفها ومن جانبها أكدت الصين أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن صفقة الجديدة لبيع أسلحة لطايوان وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بن جيو إن بلاده ستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد مشيرا إلى أن بكين تدعو واشنطن إلى الغاء الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان خشة أن تؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى السلام والاستقرار في موضيق تايوان أعلنت سلطات مدينة إنرهاودار في مقاطعة زبروجيا أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية محملة بالذخيرة بالقرب من المحطة النووية وقالت سلطات المدينة إن القذفة لم تتنفجر مشيرة إلى أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون محاولة مهاجمة المحطة على الرغم من وجود موظفين الوكالة الدولية للتقادة الذرية هناك كما أضفت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة على بعد مئات الأمطار من المحطة قال الرئيس الكولمبي جوستافو بيترو إن ثمانية من أفراد الشرطة لقوا حتفهم في هجوم بالمتفجرات غربه البلاد وأكد الرئيس الكولمبي أن هذه الأعمال تعد تخريبا واضحا لسلام مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للسلطات للانتقال إلى المنطقة لإجراء تحقيق وقالت مصادر بالشرطة إن المسؤولين لقوا حتفهم عندما صدفت السيارة التي كانوا يستقلونها بالمتفجرات ختام مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر